انا جا تكلم مع حضرك النهاردة ووضح لك شوية حاجات بسبب نقص المشتركين كلنا لاحظنا في الفترة الاخيرة نقص المشتركين رهيب في قنات بتاعتنا ويخايفين وقلقانين ايه سبب النقص ده ويه الموضوع ده السبب واضح وصريح من فترة الاخيرة جوجل حددت وقالت اي جيميل غير متفاعل حيتم اغلاقه بصورة نهائية وكمان لما يتم اغلاقه بيتم حزف اشتراكاته لايقاته وكل حاجة علشان كده ممكن حضرتك يكون عندك 30 ايميل تاني غير ايميل القناة عمل بيهم مشتركات على قناتك ولما بتدخل بتلاقيه مشترك بس المشترك غير متفاعل غير حقيقي مش بيظهر عندك هنا بس هو واضح عنده ان هو مشترك ليه؟ لان الشخص ده مالوش اي فايدة في القناة اصلا ليه؟ بيوصل لاشعار مش بيتفرق بيدخل عالقناة مش بيشوف اي حاجة ما بديش تعليق ما بيعملش اي رائكت او اي حاجة على القناة بتاعتك فاليوتيوب هنا بيعتبره وهمي مالوش اي لازمة فبيضطر ان هو يتجنبه او يغلق له القناة وفي حالات لازم تاخد بالك منها وتكون فرحان لما بيتم نقص المشتركينك وفي حالات لازم تخاف وتقلق منها لما يتم نقص المشتركين في الفطر الحالتين انا حوضحهم لك بس قبل ما وضحهم لك محتاج تفهم حاجة محددة وصغيرة جدا اي نقص المشتركين عندك وانت المشترك ده غير متفاعل لازم تكون مبسوط حفية لازم تكون مبسوط حتى لو ما كملتش الالف مشترك انت مش هتحتاج اي حاجة من مشترك مالوش اي قيمة العدد اللي حضرك شايفه قدامك ده هيكون مجرد عدد لكن لما تحقق ارباح مش هتلاقيه موجود هتبدأ تندم وتقول يا ريتني كنت عملت مشتركين حقيين والمشترك الحقيقي يا فندم بيجي من المحتوى لخضرتك بتقدمه لازم يكون محتوى بالفعل مميز مختلف جيد بيضيف حاجة جديدة على اليوتيوب او في محتوىك ولازم تاخد بالك بطريقتك واسلوبك انك تكون مميز على اقل علشان تكون مختلف وواضح للناس حتى باسم قناتك حتى باي حاجة لازم تكون مختلف في طريق تقديمك في اختلافك في اي حاجة من الحاجات دي تعال وضح لحضرتك بالتفصيل ايه الحالة اللي ممكن تكون قلان منها والحالة اللي مش تكون قلان منها ولازم تركز معايا اول حاجة علشان نعرف المشتركين اليومين لنا بنتقل على الاحصائيات بعض الاحصائيات بنتقل على المشتركين نفسهم بيبدأ يجيب لك رسم البيانة للمشتركين هنا ويجيب لك كل يوم دخلك كم مشترك هنيجي مثلا على مبارح الخميس دخلك 135 مشترك وقبلها دخلك 155 مشترك معانا كده انك بدخلك مشتركين ما بيروحش عندك مشتركين يا يوسف يعني انت مشتركينك بيزيد ومش بيروح هل الكلام ده صح؟ لا طبعا غلط ليه؟ لان ايقلك في اول فيديو ان جميع قنوات بتعاني من ايه؟ نقص مشتركين يعني انت من اصلك مشتركين؟ طب ازاي ده موجب؟ هقول الله حضلك حاجة دلوقتي في ناس كانوا متفاعلين باستمرار موجودين على القناة بدقوا مش يبقوا متفاعلين لا بكومنتات لا بلايقات لا بفرجة اصلا على ايه؟ على الفيديوهات لا اي حاجة بالاخر ما مش اي لازمة اليوتيوب بدأ يتجنبوا ويزيلوا ويزيلوا بس فيه غيره بيدخل للقناة متفاعل فبيجعل مثلا دخلك 200 خصم لك 50 فبيقول لك 150 او 155 طب اللي تخصم وبتعرفهم منين؟ من الوضع المتقدم الوضع المتقدم هنا بيوضح لك كل حاجة بالتفصيل ولو جد على مصدر الاشتراكات وانزلت تحت حتلاقي ان المكتسبين 4189 اللي انت خلص حصلت عليهم لكن المشتركين الاصليين ليك انت اللي من غير خصم 5634 والمفقدين 1445 معنى كده ان بيتم خصم مشتركين بشكل يومي لو جيت وبصيت هنا مبارح شفت نسبة الخصم تعالي على المفقدين وشفت نسبة الخصم مبارح 12 و 9 و 2 و 8 و 11 لو جمعتهم هتلاقي في حدود 50 معنى كده ان بشكل يومي بيتم خصم المشتركين الغير متفاعلين ويتم اضافة المشتركين المتفاعلين عندك معنى كده هو بيحطهم لك من الاخر في حاجة زي اسمها اللي ايه بيفنطهم لك او بنظفهم لك بيقولك المشترك المشترك فعل اوت برا خارج ملوش لازمة ملوش قيمة طيب امتى تقلق امتى تقلق امتى تقلق لو القناة فيها مشكلة هقول لحظاك حاجة لو انت زي قناة المتوحد ببجي جيت في فترة لقيت المشتركين بتنزل سالب 65 سالب 44 مفيش اي اكتساب مفيش اي اكتساب جديد هل كده معنى كده المتوحد ببجي في الفترة الاخيرة دي مش بيتم نقص المشتركين لا بيتم نقص المشتركين و هوضع لحظاك من خلال الموضوع المتقدم برضو و حاول تدخل معي كده وتركز وتشوف مصدر الاشتراكات وتبص المفقودين 284 ماشي في خلال 28 يوم معنى كده ان بالفعل تم نقص المشتركين بالفعل تم نقص المشتركين قدام حضرتك يعني الموضوع عادي موجود في كل قناة و اجمال القناة حالة لازم تلاقيها عند كل الناس الاسباب الاسباب واضحة و صريحة اليوتيوب و شركة جوجل ذات نفسها مش عايزة اي اكاونت وهمي اللايكات اللي بتروح عند حضرتك من اكاونتات وهمية بتدخل تعمل لايك وتطلع من غير ما تفرج على الفيديو الحاجات دي كلها وهمية و اليوتيوب مش عايز اي حاجة وهمية لان من الاخر اليوتيوب شركة خايفة على نفسها و خايفة انها تقع و لو اقعت شركة اليوتيوب كلنا هنقع فلازم نحافظ جدا على الموضوع ده بلاش اكاونتات وهمية كتير حاول على قد ما تقدر تكتسب المشتركين حقيين علشان من الاخر انت تستفيد و غيرك استفاد انا قد احتل لك الموضوع مش هقول لك اصلا انت بتعمل تبادلات الحاجات دي برضو اكيدة و معروفة و مية مية بس انا بتكلم بالنسبة الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة اليوتيوب بدأ حرفيا يقول اي مشترك غير متفاعل اعتبره ملوش قيمة في القناة احزفه من القناة حتى لو هو حقيقي كان فترة حقيقة بس في الفترة الاخيرة غير متفاعل فاهمني؟ يعني الفترة الاخيرة غير متفاعل خلاص مع السلامة ليه؟ لان هي اليوتيوب محتاج يكون عنده ناس حقيقيين على اليوتيوب والقنوات اللي بتكسب بس القنوات الفعالة اللي بتاخد وتدي بشكل ودي مش الشخص اللي بتفرج على نفسه ولا فيبين ولا باي حاجة من الحاجات دي والمرة الاخيرة حبدا اقولك خاف على قناتك المفعلة لان قناتك المفعلة مصدر رزقك انا حاسس بيك وعارف ان ده مصدر رزقك علشان كده بوضح لك حاجة زي دي نقص المشتركين او نقص الارباح او نقص الحاجات دي حاجة كلنا بنعاني منها بس انك تستهلكها او تعوض الارباح اللي نقصت دي بحاجة غير شرعية فانت كده بتدمر قناتك ومش خايف على نفسك انا عن نفسي خايف عليك وبواجه لك كل مرة رسالة عن طريق فيديو انك تخاف على نفسك لان ده مصدر رزقك وتخاف على تعبك اللي قعدت شهور تبني فيه علشان من الاخر يكون عنده قناة مفعلة يروح من غير اي لازمة واللازمة هنا اللي هي الارباح لانك مش هستفد بارباحك ممكن تكسب شهر اتنين تلاتة بس في الاخر حيجيلك اغلاط لحساب ادسنس بسبب ان نقارات الغير شرعية متصدقش حد وقالك انا اشتغلت يوم يومين ثلاثة شهر سنة انا باجي اقولك انا عملت غلطة وعملت حاجة الحاجة الوحيدة اللي مش عملتها هي نقارات الغير شرعية لان اولا اولا بحس ان هي حرام ثانيا بحس ان هي بتضرني اكتر ما بتفيدني بالتوفيلة جميع اتمنى كوني قدرت اوضح لك التفصيل او بوضوح عن مقص المشتركين وان ده امر طبيعي وان حضرتك لا تقلق طول ما انت هنا بالموجب مش بالسالب تقلق بس لو بقت زي المتوحد بابجي بالفترة الاخيرة دي وانا المتوحد بابجي كان عندي مشكلة والحمد الله اتحلت شكرا للجميع اتمنى اكون وفتكم باي